في دوي الله أعلم هينته امتى احنا مش عايفين هينته امتى اخدوا بقى الجديدة علشان نخرج بقى بقى قصة المسابقة وبطولة الدوي الممتاز طيب رجعلي بس والنبي خلاص بقى اسيبك بقى من المتشاط وكده لان احنا عندنا عندنا كالسة جديدة واتمنى اتمنى ان الناس في التحاد الكوية لو انا عرف نجيب حد من عداء مجلس التحاد الكوية عشان يرد على الكلام اللي احنا هنقوله ده يبقى يريد يعني في الاعداد لو تشوف لنا حد بس ايه يتواصل معايا بالنسبة ليه الكائسة الجديدة اللي بتهدد الاتحاد المصر الكوية القدم والاندية كمان المشاركة في بطولة افريقيا طيب تحزين من فيفا فيفا بتحظى الاتحاد المصر الكوية القدم انهاء المسابقة قبل 30 تمانية طيب ناس هتسهل ايه فين المشكلة الدوي هينتهي يوم 14 تمانية تقريبا او 16 تمانية ايا كان ولكن تحزين عدم فتح باب القرد للاتحاد المصري لكوية القدم انه لازم الاتحاد المصري ينهي كل مسابقاته سواء دوي او كاس قبل 30 تمانية طيب ده يعني ايه يعني ان احنا عندنا دوي هينتهي 14 تمانية تمام ده ما فيش فيه اي مشكلة خالص ولكن عندنا مسابقة الكاس ودي من اختصاص الاتحاد المصري لكوية القدم هل هتنتهي في الخمستاشر يوم اللي هو بعد نهاية الدول في حين ان فيه مطشط كتير لسه ما تلعبتش يعني احنا عندنا عندنا فيه مطشط كتير لسه ما تلعبتش في الوقت الحالي عايز بس الاعداد يقول لي احنا في الدول الكام وفيه كام فئة في الوقت الحالي وهل هتلحق الاتحاد المصري ان هو يلحق ينهي في الخمستاشر يوم دول ويفتح القيد ويقول للاتحاد الدولي ان احنا خلاص ان هنا المسابقة بتاعتنا وافتحونا باب القيد او افتحونا القيد طيب الناس يريد كده اللي موجودين بيديو في الاتحاد المصري القيد القدم حد بس يعني يعني ياخد باله بس يعني اخدوا بالكو علشان ما تتفاجئوش اخدوا بالكو عشان هتبقى فيه مشكلة للنادي الاهلي هتبقى فيه مشكلة للنادي الزمالك هتبقى فيه مشكلة هتبقى فيه مشكلة للمصري ان كل الاندية دي مش هتعرف تأيد لعيبة جديدة لو جابتها علشان تشارك معاه في البطاطة الافريقية طيب ايه اللي كان بيحصل في السنين اللي فاتت بعيده علشان اقول لكم وكان بيعمل إيه الاتحاد المصري اللي كنت قدم في السنين اللي فاتت كان بيحصل إن هو بيبعت خطاب استثناء إن إحنا معلش استثنونا وصيبونا شوية علشان إحنا عندنا كان الأول مثلا ممكن نقول كورونا كان الأول مثلا نقول ضغط يعني كنا بنبعت للاتحاد الدولي وناخد استثناء وده حصل السنة اللي فات بس أعتقد السنة دي مفيش استثناءات السنة دي مفيش استثناءات عشان نبقى متفقين الحل هيكون إيه؟ تالي إحنا بنتمنى إن إحنا لو عارف فيه العداد يجيب أي حد من أو ما بيحاولوا يتواصلوا وما فيش حد يعني يتواصلوا بواحدكم وما فيش حد هيقد عليكم لإني أنا أعتقد هم ما عندهمش أساسا قرار في الموضوع ده فأنا ما عرفش إلا هيتم ولكن هو إحنا بننوه وبندي جارس انظاري بنقول للناس ههو خلي بالكم طيب إيه اللي هيتم؟ هل هيتم إلغاء الكاس علشان بروح نقول للناس والله خلاص إحنا لغينا الكاس واكتفينا بمثابة دور الموسم ده فنفتح فتحهن باب الكرد طيب ده كمان جارس انظاري وإحنا بنقوله لنادي الأهلي والنادي الزمالك والمصري ابدأوا شوفوا مع اتحاد الكوية هتعملوا إيه؟ مش هيتفتح الكرد الكرد مش هيتفتح إلا لما المسابقات تنتهي فابدأوا تخطبوا الاتحاد قولهم هتعملوا إيه؟ علشان نفتح باب الكرد علشان نقدر نقيد لعيبة علشان نقدر نجيب لعيبة ونبدأ ان احنا نقيدها لإني مش هيفتح باب الكرد إلا مع انتهاء المسابقات طب في حالة الإعلان عن إلغاء الكاس مين اللي هيتحمل المشاكل وطبعا إحنا بنتكلم على مباراة وشركات راعية ومتشاط مباعة والمفروض أني مسابقة مهمة مين اللي هيحاسب على كل ده يعني مين اللي هيحاسب على المسألة دي طيب أنا متأكد ما فيش حد هيؤد عليكم أنا عادي ما فيش حد هيؤد عليكم خالص ولا حد هيتواصل لأن برضو كنا حابين أن إحنا نعرف العقوبات اللي هتم هتم بناء على إيه والشكاوي اللي متقدم بيها الأهلي وبما زلها هيتم فيها طيب نشوف كده تمام